اهلا بكم مشاهدي قناة الاهل في كل مكان في الوطن العربي الكبير ومتابعة بالتأكيد خبرية وإخبارية لقناة النادي الاهلي خلال شهر رمضان الكريم كل سنة وكل الشعب المصري والأمة الإسلامية وجماهير النادي الاهلي في كل مكان طيب وبخير ورمضان كريم يا رب على الجميع يمكن النهاردة أخبارنا كثيرا عديدة وزيما الشهر القادم لكن دايما هذه الفترة بتكون مليئة بالأخبار سواء أخبار الأجهزة الفنية والتعاقدات والاستعدادات الفنية الخاصة بالفرق خلال الفترة القادمة لكن في صدر أخبارنا النهاردة ومن أهم أخبارنا يمكن عصر اليوم قرر مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي برئاسة كابتن محمود الخطيب بالتنصيق مع الشركة الرعية لقناة الأهلي تعيين الكاتب الصحفي الكبير دكتور خالد توحيد رئيسا للقناة وتكليفه بتقديم تصور كامل لتطورها خلال الأيام القليلة المقبلة وأيضا من ضمن هذه الأخبار ومتابعة لهذا الخبر يمكن شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ستعقد اجتماعا يوم الأحد مع رئيس القناة دكتور خالد توحيد خلال الأسبوع القادم حيث تم الإعلان أن دكتور خالد توحيد سيكون في هذا الاجتماع حاضر مع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي لتقديم تصوره للمرحلة القادمة وخطة تطوير القناة لتتناسب مع طموحات وأعضاء وجماهير النادي الأهلي وشرح وجهة نظره حول خريطة البرامج التي سيتم العمل بها مستقبلا زي ما احنا عارفين النهاردة يمكن عصر اليوم كان شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي برئاسة كابتن محمود الخطيب أعلنت تعيين دكتور خالد توحيد رئيسا لقناة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة وبنتمنى التوفيق يا رب بإذن الله لأسرة الأهلي الإعلامية والمنظومة الإعلامية خلال الفترة القادمة ولقناة النادي الأهلي اللي بالتأكيد هناك اهتمام كبير جدا من جماهير النادي الأهلي ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي من خلال متابعة خبرية ومتابعة حصرية للقناة التي تكون بعرض كل الكواليس وكل المتابعات الخاصة بفريق النادي الأهلي سواء في قرة القدم أو حتى في العلعاب الجماعية المختلفة خلال الفترة الأخيرة أيضا من ضمن أخبارنا النهاردة ويمكن في هذه اللحظات بدأت اشتركوا في القناة